الكوارث الطبيعية وإن تعددت مسمياتها فهي خطر يهدد البشرية إذ أن أي زلزال أو فيضان أو إعصار يحدث نتائج مأساوية على حياة الآلاف في لحظات هي عواصف عنيفة ورياح عاتية تدور بطريقة مرعبة وقد تستمر لأسابيع متتالية مسببة دمارا هائلا على اليابسة تصحبها الأمطار الغزيرة والفيضانات وارتفاع أمواج البحار ما قد ينتج عنها دمار القرى والمدن بأكملها لتل روك المدينة الكبرى بولاية أركنسس جنوب الولايات المتحدة كانت على موعد مخيف إذ تعرضت لأعصار عنيف تسبب في إصابات عدة وأضرار كبيرة وفق ما أعلنت عنه السلطات التي لم تنتهي من نشر أعداد القتلى والمصابين مستشفى جامعة أركنسس للعلوم الطبية هو مركز الصدمات الرئيسي الوحيد في المنطقة أعلن حالة التأهب من المستوى الأول للإصابات الجماعية بعد أن ضرب الإعصار مدينة لتل روك الطقس المضطرب جاء بعد أسبوع من عاصفة رعدية تسببت في إعصار دمر بلدة رولينغ فورغ في ميسيسيبي عشرات الملايين من الأمريكيين في جميع أنحاء السهول الكبرى والغرب الأوسط والجنوب والشرق خضعوا لتحذيرات وتنبيهات بشأن مخاطر الطقس المختلفة المستمرة حتى عطلة نهاية الأسبوع الأعصير الأمريكية ليست غريبة على الولايات المتحدة فهذا البلد الصناعي الكبير يعاني منذ سنوات من ويلات الكوارث الطبيعية والتي بسببها خرجت أصوات تطالب المجتمع الدولي للتكاتف لوضع حد لمواجهة التغيرات المناخية العالمية